بسم الله وليبنا الروح القدسة لله الوحدة مين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين النهاردة 29 بابة والكنيسة بتعيد في كل شهر 29 من كل شهر قبطي بتعيد بتسكار 3 أعياد وهي أهم الأعياد الكنسية وأعياد السيدية كبرى عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد الإيامة عشر شهور من السنة بنعيد فيه ونصلي بالطقس الفريحي من يوم 29 برامهات اللي هو معادل بشارة الملاجه وبريال للعضرة مريم لغاية 29 كيهك اللي هو عيد ميلاد السيد المسيح دولا يمثلوا تسعة شهور كاملة وفي شهرين اللي هم بعد كيهك اللي هم طوبة وأمشير ما بنصليش فيهم بالطقس الفريحي ولا بنحتفل بيهم بالأعياد دي على اعتبار إن دولا يمثلوا النموس اليهودي وإن مدة الحبل الإلهي في بطمة السيدة العزراء كانت تسعة شهور كاملة فهي تبقى من 29 برامهات إلى 29 كيهك والكنيسة بتفكرنا بالمناسبات دي في كل شهر من الشهور السنة الإبطية طيب ليه بنحتفل بيها باستمرار ما يكفي مرة في السنة اللي هو يوم 29 كيهك اللي هو الميلاد أو 29 برامهات اللي هو البشارة أو تاريخ قيامة السيد المسيح كان برضو في يوم 29 من الشهر الإبطي الكنيسة عايزة تؤكد لنا وعود ربنا لنا كلنا تؤكد لنا أن وعود ربنا في العهد القديم بالميلاد وبالبشارة وبالفداء لابد أن هو يتم وعلشان كده بنتذكره باستمرار وعود ربنا لما قال إيه أن نسل المرأة يصحق رأس الحية ده وعد كان من أيام آدم من وقت ما أخطأ أبونا آدم وأمنا حواء كان هذا الوعد ولما جاء ملء الزمان ولي المسيح من العذراء علشان يتمم لنا هذا الوعد اللي قال لنا إيه صحيح الإنسان أخطأ صحيح كان حكم الموت لابد أن يتم وفعلا تم حكم الموت على كل من كانوا في العهد القديم الأبرار منهم والأشرار كان حكم الموت إزاي مش بس موت الجسد ولكن كل من ماتوا في العهد القديم ذهبوا إلى الجحيم ولما تولد السيد المسيح وفدان بدمه على الصليب نزل إلى الجحيم وأخذ أنفس الأبرار وذهب بهم إلى الفردوس يبقى ربنا بيوعدني أن نسل المرأة يصحق رأس الحية نسل المرأة اللي هو ميلاد السيد المسيح وعدنا أيضا بحياة أبدية قلت لك إيه محبة أبدية أحبابتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة يعني من رحمة ربنا على البشرية وأنه هو وعدنا بأن يدينا المحبة الأبدية ويعطينا الحياة الأبدية بفداءه وقيمته من بين الأموات جاء المسيح وتجسد علشان يتمم هذا الوعد عشان كده كل أبرار العهد الجديد لما ينتقلوا يذهبوا مباشرة إلى الفردوس أصبح الجحيم مخصص للأشرار للي لا يؤمنوا بالمسيح الذي فدانا بدمه على الصليب يبقى وعدني أن نسل المرأة يصحق رأس الحية وعدني أنه إداني محبة أبدية ولهذا أدام لنا الرحمة وأعظم رحمة ربنا قدمها للبشرية هي إيه هكذا أحب الله ابنه حتى بزل ابنه الوحيد هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به وعدنا أيضا بالغفران وعطايا خطيتي ده غلط لشكي في عدم مغفرة الخطية بعد التوبة والإعتراف بيها ده معناها أننا ما عنديه ثقة في ربنا أنه قادر أن يغفر الخطايا وهو يقدر أنه يغفر الخطايا مش خطيتي أنا بس ولكن خطايا العالم والبشرية كلها فوعد ربنا لنا أنه هو بيغفر لنا خطيتنا بس المهم بيقول لنا إيه توبوا وارجعوا اللي هيتوبوا وهيرجع أنا لازم أنه أغفر له الخطيئة لأنه هو ده وعدي للبشرية وعد ربنا لنا أيضا أنه يرعانا أنه يرعانا الرب راعية فلا يعوزني شيء وعدنا ها أنا معكم فترة ولا على طول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر ده وعد من ربنا يبقى لما يجيلي في وقته أبقى تعبان شوية أو بمر بظروف صعبة أو في ضيقة صعبة بتمر بي قول فينك يا رب أنت سايبني ولا إيه لا ده ربنا وعده صادق وأمين قال إيه أنا معاكم هتأخذونيش بقى لو أنا في وقت من الأوقات شكيت شكيت بس أن ربنا مش معايا ده خطيئة لازم أن أنا أعترف بيها ليه؟ لأن معناها أن أنا مش واثق الثقة الكاملة وما عنديش الإيمان الكامل في أن ربنا معايا هو قال لنا أنا معاكم كل الأيام طب يا رب معايا في الضيقة معايا في التعب معايا في المشكلة دي يقولك أنا معايا طب سايبني ليه؟ معلش أنا واخد بالي وانت جوة الضيقة معاك بس أنا سمحت بيها علشان أرفعك درجة في القامة الروحية ما هو لازم الواحد ربنا يمرره كده في بعض الأمور علشان أمسك فيه أكتر ويرفعني ويقدمني درجة أكتر حتى في الملكوت وفي الحياة الأبدية مش الكتاب يقول نجم عن نجم في نجم أعلى من نجم وفي بيت أبي منازل كثيرة فربنا من محبته لولاده بيدينا الفرصة مش بس إن إحنا نقول إحنا داخلين للسماء لا ده بيقولك ده أنا هتدقل للسماء وتبقى في مرتبة عالية كمان عايزك تتقدم أكتر وأكتر إحنا مرات كده بنخدها بداحك نقول إيه بس إحنا نحطيها ونوصل لا ده ربنا من محبته لنا عايز يدينا أكتر وأكتر وعايزنا إن إحنا نتمتع به أكتر مش بس على الأرض هنا لا ده في الحياة الأبدية يحطنا في مكانة عالية جدا وبالتالي لما يسمح بألم هنا على الأرض علشان إيه يرفعنا أكتر فأكتر في السماويات وعدوا أيضا لنا إنه بيحمينا إنه هو مش ممكن هيسيبنا أبدا إنه هو هيحمينا من كل ضربات في مضايقات إن كان لي أنا شخصيا أو لمن حولي أو في العالم كله أو في ناس أنا عارفهم أو في البلد أيا كان ربنا ولكم علش بس أنا برضو بحميكم ويمكن إحنا لمسنا هذا الكلام في أحداث كتيرة جدا جدا مرنا بيها كل واحد على حدة مع نفسه أو الأحداث كتيرة كلنا مرنا بيها ولمسنا إيد ربنا قد إيه هو كان بيحمي أولاده والأخرافي في يدي فلا يقدر أحد أن يخطفها مني هل أنا عندي هذه الثقة في وعد ربنا إن أنا في إيد ربنا وإن هو مش ممكن أبدا حد هيخدني من ربنا إلا لو أنا بالنفسي سلمت نفسي كده لعدو الخير ورفضت زيارات النعمة ورفضت دعوة ربنا لي لما قولي صحيح أنت بعدتي صحيح الدنيا خدتك شوية صحيح كان فيه إغراءات وسقطت فيها ولكن لو رجعت أنت برضو من خرافي ترك تسعة وتسعين في الحظيرة وذهب علشان يبحث عن الضال تخيلوا كده لو كان الخروف اللي ضل ده شاف الراعي بدأ ما يجري ناحيته بعد عنه أكتر طب ماذا أفعل لكارمي تسعة وتسعين ودي نسبة كويسة جدا جدا سبتهم وروح تدور على الواحد والواحد ده بيهرب مني فربنا يقول طب أعمل إيه بقى بمعنى أن أحيان كتير جدا الله يدور علينا بصور كتير جدا وبطرق كتير جدا والإنسان نفسه لهم أزان ولا يسمعون ولهم أعين ولا يبصرون فربنا بيقول لنا لأ ما يقوله الروح كل واحد يسمع ربنا عايز يقوله إيه يقول لي أنا شخصيا إيه مش يقول لمن حولي عايز يقول لهم إيه الملك لما بشر العذرة مريم سمعت الكلمتين وكان بالنسبة لها الكلام ده يعني غريب أو صعب وصعب تنفيذه وعلشان كده ردت كده ببساطة وكانت لسة زيارة بتقوله كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا معزورة إنها تقول كده ولكن شوفوا بقى ربنا في تعامل يبقى مش عايز نيركز قوي في الحاجة الكبيرة اللي عملها كده خضني بس يلهيني في حاجة تانية ما تروح تشوفي بقى الإصابات الإصابات نسبتك دي حبلة وخلاص قربت تولد ويمكن كمان الملك بيقول لها كده لأن أيضا يحنى المعمدان جاء بهذا أرسل ملاكي قدامي فعايز يقول لها ما أنت عارفة اللي مكتوب في الكتاب عارفة إن هيجي واحد قبل المسيح اللي في بطنك دلوقتي بيدي هنة فالعذرة بدأ ما قعدت هتقعد الآن عمالة تفكر والناس هيقولوا علي إيه طب هيظهر الحمل وبعدين هتصرف إزاي قال لها ما تقعدش تفكر كتير زي ما احنا في أحيان كتير نقعد نفكر في أمور ونقعد نجيب هاي مين وشمال وتتحل إزاي وفكر فيها تخلص إزاي وهكذا ربنا يقول لي ما تشغلش بالك كتير ما تشغليش بالك بنفسك كتير فقري في الآخر فحول هدا الملاك وبريال طبعا بإرشاد من الله قال لها روح يشوفي على صبات أو قال صبات نسبتك حبلة فهي طبعا فهم روح يعني اخدميها ستة كبيرة وحامل ومحتاجة اللي يقف معاها ربنا بيعمل معانا كتير كده قال لك ما تنغمسش أو ما تفكرش كتير في مشكلتك ما تنحصرش في داخل نفسك طب ازاي فكر في الآخرين فكر في مساعدتك لحد تاني في عمل رحمة في تعب إنسان محتن تساعده هتبقى الفائدة لللي بساعده وبصراحة كمان أنا مستفيد أكتر إن أنا خرجت من البوطقة أو حاطة همومي جوا ربنا بيقول لنا اخرجوا اخدموا اخرجوا فكروا في الآخرين ساعدوا الآخرين وهمومك إنت وأتعابك إنت أنا هشيلها ده أنا بالعكس إذا كنت يا مريم فكرة إن اللي في بطنك ده هيبقى يعني معلش سامحوني ثقل عليك ده أنت هتشوفي بعد كده إن اللي هيجي من بطنك ده هيكون خلاص للبشرية كلها طبعا العب رب اتضاعها وإيمانها القوي تيجي في النهاية تقول هو زي أنا قامت الرب ليكن لي وقولك بعد كل التفكير اللي فكرته سريع جدا جدا في وقت قليل بس مخاه شغل قوي قوي في النهاية تقول طب أنا هعمل ايه طب يا ريت إحنا نبقى كده ربنا ادينا العقل ودينا التفكير ولكن ما عادش افكر كتير اقول في النهاية ايه هو ذا أنا قامت الرب ليكن لي وقولك مدام انت رب عايز الحاجة الفلانية دي أنا مسلمها لك وانا متطمنة بوعودك ومتأكد جدا ان وعودك صادقة وامينة بس المهم ايه من له اذناني للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكناس ربنا يدينا كلنا ان احنا نصدق في وعود الله لنا وفي عطاياه لنا وانكون متأكدين ان كل حاجة ربنا بيعملها لولاده لابد انها تكون للخير ولصلاحهم له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الابد امين